سؤالة الأخيرة تقول امرأة ولد لها طفلة وسمتها اسما وقابلت امرأة بنفس الاسم فقالت لها أني سميتها عليك فعليا لم تسمي عليها لكن فما حكم من هذا إذا كانت تقصد بذلك إدخال السرور عليها وتأولت في ذلك من باب المعاريض فإنه صلى الله عليه وسلم قد جاء في الحديث روية مرفوعا وموقوفا على بي بكر والصواب وقف على بي بكر إن في المعاريض لمن دوحتهم عن الكذب فإذا كانت تقول سميتها عليك يعني موافقة على اسمك وأن اسمك مبروك وإذا اخترته من باب العموم فلا حرج إن شاء الله إلى إدخال السرور لفت جميلة في موضوع إدخال السرور حيث مثلا يجيك مناسبة أو عندك ضيوف أو غيرها قادر حيث تكون بعض الكلمات هي ليست حقيقية لكنها هي فعلا تدخل السرور تذهب بالشحنة تزيل بعض الضغائن التي في القلوب هل هذا مندوب لهوة أم لا إذا أحيانا بعض الألفاظ يعرفها العرف أنها ليست على حقيقتها لكن سماعها يطيب الخاطر مثل جاتنا البركة أو بحضورك فيه البركة فهذا إن شاء الله ما في بأس لأنه يقصد أنت البركة بحضورك وعلمك وتوجيهاتك وغير ذلك يقصد أن ذلك فهذا يدخال السرور على ذلك ولهذا فإني أقول أنه ينبغي للناس أن يحسنوا اختيار الألفاظ فإن الله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يدري ما بلغت يدخل الله به الجنة يدخل الله به الجنة فهذا يدل على أنه ينبغي اختيار الألفاظ ولهذا كان من أمنيات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما قال تمنوا ثم قال تمنوا تمنوا ثم قال أما أنا فأتمنى رجالا ينتقون الكلام كما ينتقي أحدكم الطعام فهذا نعم من الله سبحانه وتعالى أن تلتقي بأناس يذكرونك بمثل هذه الكلمات فما إن تخرج من هذا إلا وتستمع إلى مثل هذه الكلمات ولهذا كان السلف رضوان الله يعلم إذا تزاوروا فيذكروا بعضهم بعضا بمثل هذه اللقاءات حتى قال عبد القاسم من السلام للإمام أحمد كما حكى ذلك الإمام بن رجب الإمام بن مفلح في أداب الشرعية أن القاسم من السلام سار الإمام أحمد فقال يا أبا عبد الله والله إن حقك علي ومن حقك علي أن أزورك كل يوم ولكن الظروف أو قال الأمر فقال الإمام أحمد يا أبا عبيد لا تقول هذا فإن من الناس من أراهم في اليوم كل مرة فإن من الناس من أراهم في السنة مرة هم أحب إلي ممن أراهم كل مرة يقول فقلت اعقدها بخنصرك يعني هذه فائدة فالإنسان أحيانا مع التقائهم بأهل الشأن وأهل الذكر وكبار السن الذي جربتهم الحياة فهذا لها تأثير كبير ترجمة نانسي قنقر